اهلا بكم الجديد في حصة مغاربية اكدت المبعوثة الخاصة المكلفة بالشركات الدولية الكبرى بوزارة الخارجية الجزائرية ليلى الزروقي ان الجزائر قدمت طلبا رسميا للانضمام الى مجموعة بريكس الاقتصادية يرى مراقبون ان السلطات الجزائرية تراهن على النمو الاقتصادي المحقق خلال الفترة الاخيرة لقبول ملاف الانضمام حيث يتوقع صندوق النقد الدولي بلوغ الناتج المحلي للبلاد نهاية العام الجاري حدود 170 مليار دولار بنسبة 3.5% بعد ان سبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الاعلان عن رغبة بلاده في الانضمام الى مجموعة بريكس الاقتصادية اكدت مبعوثة خاصة لدى الخارجية الجزائرية اداع الطلب بصفة رسمية لانضمام الجزائر الى منظمة بريكس وكشفت المبعوثة الخاصة المكلفة بالشراكات الدولية الكبرى بوزارة الخارجية ليلة زروقي ان طلب الجزائر لقي ترحيبا من قبل كل من روسيا والصين وينتظر ان يدرس بقية اعضاء البريكس ملف الجزائر روسيا والصين ايدت ساندت انضمامنا الى هذه المجموعة كانت مثلا دول اخرى تكلمنا معها رهم يتناقشوا على شروط وعلى احنا ماذا بينا اننا نكون لماذا لان هذه مجموعة قوية ثانيا ممكن نستفيد من خبراتها من تكنولوجيا من الاموال اللي تقدر منتاز وزيد بزيادة ما تنسيش بلي عنا شراكات كبرى مع هذه الدول ويرى مراقبون ان للجزائر مؤهلات اقتصادية كبيرة ستقدم قيمة مضافة لمجموعة بريكس حال انضمامها حيث بلغ اجمالي الناتج المحلي للبلاد عام 2021 164 مليار دولار حسب بيانات صندوق النقد الدولي وتشير توقعات الهيئة المالية ذاتها بلوغ الناتج المحلي عام 2022 حدود 170 مليار دولار القيمة المضافة التي يمكن ان تقدمها الجزائر لدول بريكس بالاضافة الى الموارد الطاقوية والموارد البشرية والموارد الطبيعية هناك كذلك الموقع الاستراتيجي الذي سيتيح لدول بريكس نقطة ارتكاز في القرى الافريقية وفي العالم العربي وكذلك الحل بالنسبة للقرات الاخرى ويصنف اقتصاد الجزائر في المرتبة الرابعة افريقيا حسب صندوق النقد الدولي خلف كل من نيجيريا وجنوب افريقيا ومصر وتتوقع السلطات الجزائرية نسبة نمو بـ 3.4% خلال العام الجاري بفعل زيادة مداخيل المحروقات وتعتبر الحكومة الجزائرية الارقام المحققة كورقة رابحة لضمان الالتحاق بمجموعة بريكس الاقتصادية حسن جزيري قناة الغد الجزائر من الجزائر نرحب بضيفنا سيد وليد مذكور الكاتب والباحث الاقتصادي أهل بك سيدي على شاشة الغد إذن الجزائر تقدم طلب الرسمي الانضمام إلى البريكس هل الجزائر ضامن لمقعدها ضمن هذه المجموعة خاصة بعدما رحبت روسيا والصين بطلبها هذا قبل الحديث عن مسألة ضمان المقعد أولى هناك إصرار جزائري لدخول البريكس كانت تحدث رئيس الجمهورية في خلال الشهر الجولية بلقائه للصحفة تحدث عن دخول البريكس وعن إصرار الجزائر لدخول هذا التكتل الاقتصادية السياسي مسألة الضمان هناك ترحيب من طرف الصين وروسيا وهناك كذلك مفاوضات مع جنوب إفريقي يعتقد أن الجزائر ستستعمل علاقاتها الدبلوماسية وستستعمل أوراقها لدخول البريكس هناك أوراق ستستعملها الجزائر مسألة الاحتياطات الصرف مسألة النمو خارج قطاع المحروقات الذي بدأ يرتفع سنة بعد أخرى وهناك كذلك رسامي الموجودة وقانون الاستثمار كذلك جاهز لمسألة الاستثمارات داخل هذا التنظيم التنظيم المهم خلال الفترة المقبلة بما أن هناك تعددية قطبية الآن الكل يبحث عن التكتل والاتحاد بعد أزمة كورونا وكذلك الحرب في أوكرانيا الكل يبحث عن التكتل والتكتل مهم للعديد من الدول ليس الجزائر فقط ولكل الدول حتى القوى الكبرى في العالم إذا تحدثنا في توفر شروط انضمام أي دولة إلى مجموعة البريكس وهما كثر في قائمة الانتظار ما المدة الزمنية المطلوبة لقبول ملف الجزائر في مجموعة البريكس؟ أعتقد أن هناك سيكون هناك تسريع في مسألة انضمام الجزائر الجزائر ستعمل على ذلك وتقديم ملف قوي ملف اقتصادي قوي لقابول هذا الملف هناك ترحيب من قوى الكبرى والجزائر لديها موقع استراتيجي هام في قارة إفريقيا لا تنسي كذلك أن الجزائر تحضر لميناء مهم في إفريقيا في مدينة شرشال الذي سيربط شرشال عبر طريق الوحدة الإفريقية إلى غاية وسط إفريقيا هناك طرق برية وهناك كذلك ارتباطات اقتصادية ومناطق تبادل التجاري الحر تتحدث عنها الحكومة في وقت سابق هناك تهيئة لكل هذه الخطوط مع الخطوط الجوية كذلك هناك أرضية لدخول البريكس وهناك شروط ستستوفيها الجزائر قريبا وأعتقد أن مسألة وقت انضمام الجزائر إلى بريكس شكرا جزيلا لك سيد وليد مذكور الكاتب والبحث الاقتصادي على كل ما تفضلت به كنت معنا من الجزائر ترجمة نانسي قنقر